كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في تكثيف الجهود للمساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين وخلال متابعته جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس الماضي جدد مدبولي الإشادة بجهود اللجنة وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من جانبها أوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الشهر الماضي لنحو 524 حالة كما تم إصدار مائتين واثنين قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فضلا عن إجراء 109 عمليات جراحية وإصدار 24 قرار خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي ترجمة نانسي قنقر